تحية لك أحمد ولي جميع مشاهدين تلفزيون المجلس في هذه التغطية الحية من مجلس الأمة في هذا اليوم الثري في مجلس الأمة امتد من صباح اليوم وحتى الآن تمتد الجلسة بمجموعة من المناقشات والقوانين التي ناقشها المجلس طبعا عنوين مختلفة أحمد ناقشتها جلسة اليوم أبرزها كان هو التصويت بالرفض على قانون المحكمة الإدارية يمكن هذا كان العنوان الأبرز وأيضا كان هناك اليوم تكليف لمكتب المجلس بدراسة السياسة الحكومية للرد على الأسئلة البرلمانية وفي بند الرسائل الواردة أحمد كان فيه تصويت بمنح اللجنة التشريعية لإنجاز قانون مكافحة الفساد مهلة لمدة شهر وأيضا كانت هناك مهلة للجنة حقوق الإنسان لإنجاز تقريرها حول السجون مدتها ثلاث أشهر هذه المهلة وأيضا كانت هناك مهلة لمدة شهرين للجنة التحقيق في اختفاء الحاويات لإنجاز تقريرها حول هذه الحادثة وأيضا كان هناك طلب استعجال للجنة الشؤون المالية لإعداد تقريرها حول تعديل محفظة الطالب أيضا كان هناك طلب مقدم لتحديد جلسة السادس والعشرين من إبريل أو الجاري لمناقشة القضية الإسكانية وأيضا هناك أحمد كان إعلان عن نية تقديم استجواب هذه من العناوين البارزة قدم من قبل النائب الدكتور وليد الطبطبائي والنائب محمد لمطير والنائب مرزوق الخليفة وأيضا أعلن أن هناك استجواب آخر سيقدم يوم الأحد طبعا هذه إعلانات لتقديم الاستجواب وأيضا حاليا لا زالت أحمد الجلسة قائمة وتناقش تقرير اللجنة التشريعية بشأن قانون العفو العام الذي لا زال في الجلسة يناقشه النواب أملا بالوصول للتصويت عليه أو استكماله في جلسة الغد يعني لم تحسم حتى الآن هذه المناقشة لا زالت مستمرة الزميل أحمد شمري من مجلس الأمة شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة